اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ايها الطلبة هنا بدأ وشارع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر مجموعة من الآيات القونية والمخلوقات التي تدل على وجود الله تعالى والتي تثبت أنه لا رب ولا خالق ولا معبود بحق إلا الله ثم هنا ساق عليها الأدلة من القرآن وهي كما هنا مذكورة في قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فذلك قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهذه الآيات تدل على وجود الله تعالى وأنه هو الخالق والمدبر لجميع المخلوقات والحمد لله رب العالمين